في ليبيا خارطة الحل السياسي مرت بمحطات أساسية ومفصلية تمهيدا للانتخابات التي يبدو أنها لن تجرى في موعدها من المسار الأمني وجهود لجنة 5 زائد 5 وملف الميليشيات والمرتزقة إلى المسار السياسي مع الدستور المعلق وغيرها من القضايا المعيشية والاقتصادية مسار الحل في ليبيا نستعرضه في هذا العرض مع الزميل يوسف الشريف مساء الخير يوسف خارطة الطريق تشمل كثير من الاستحقاقات لم يتم التعامل مع الكثير منها كما أشرنا قبل قليل وهذه الانتخابات على ما يبدو لن تجرى بعد يومين ونخشى حتى أن يأتي يوم 25 ونبقى نقول أن الانتخابات على الأغلب لن تجرى لأنه لا يوجد قرار حتى الآن واضح يتحدث بشكل حاسم عن هذا الموضوع فخريطة الحل السياسي في ليبيا عليها أن تظهر الكثير من العقبات المصحوبة بأجواء ملبدة بالغيوم منذ رسم ملاميحها الرئيسية هبت الكثير من العواصف التي تحاول اقتلاع كل فرص الحل السلمي في ليبيا بين دستور معلق وانتخابات مؤجلة تقف ليبيا حاليا إذ قررت كل من مفوضية الانتخابات ولجنة متابعة الانتخابات المشكلة في مجلس النواب تأجيل موعد الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري طرحت مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى الرابع والعشرين من يناير المقبل أي أن كانت الأسباب وراء هذه التطورات فإن انعكاسات ذلك ربما تكون سلبية على مسارات الحل الأخرى في مقدمتها الملف الأمني هنا تقود الأمم المتحدة مساعي دولية لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية إضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل الميليشيات وهي المهمة التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر برلين ومنطق الحوار السياسي وخطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 أما المسار الاقتصادي فيبرز أيضا باعتبار نجاحه قائما على نجاح المسارين السياسي والأمني تقود مجموعة العمل الاقتصادية الليبية محاولات لتوحيد فرعي المصرف المركزي في كل من طرابس ومنغازي وإنهاء الانقسامات التي كانت لها تدعياتها على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية وتسببت بأزمة في السيولة جانب اقتصادي آخر هو قطع النفط الذي تأثر مباشرة بالخلافات الأمنية والسياسية ما تسبب في عدم التوزيع العادل لعائدات النفط بين المناطق الليبية إذن أزمات ليبيا كقطع الدومينو لكن تبقى إرادة الحل لدى القوى الليبية الفاعلة كفيلة بحصول البلاد على جواز المرور الآمن من هذه المرحلة الانتقالية الصعبة أو هكذا يؤمل على الأقل مهند وأن الموضوع فعلا صعب جدا والرابع والعشرين من يناير يعني لا يبدو حتى الآن تاريخ ممكن أن يتغير فيه الظرف الليبي عن ما هو اليوم بالعكس يطرح علامات استفهام أكثر من الأجوبة لأنه كما تعلم يوسف أولا الانتخابات لن تجرى ثانيا الحكومة الحالية ستنتهي صلاحيتها وسيكون هناك الكثير من الغموضة الذي يحيط بالعملية السياسية برمتها بعد هذا التاريخ صحيح صحيح وكثير من المشاكل شكرا جزيلا لك يوسف